يقول لك إحنا ناخد أماكن الإخوان المسلمين نحن نوع حق بأماكن جماعة الإخوان المسلمين ورحوا بعثوا نادر بكار للولايات المتحدة الأمريكية يصدر صورة للولايات المتحدة الأمريكية أن إحنا جناح معتدل من هو نادر بكار ده؟ نادر بكار ده كان متحدث الإعلام الحزب النور حزب النور وهو موجود حاليا وقات له بعثة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية إيه حكاية الإخوان المسلمين مع الولايات المتحدة؟ ده أمريكا بتحبهم حب الاحتوار يعني مستشار الإخوان المسلمين في البيت الأبيض جماعة الإسلامية في الولايات المتحدة الإخوان المسلمين يمسيطنينها أوروبا بروح هناك كثير من الدول الأوروبية أشوف طالعين مظاهرات أيضا الإخوان المسلمين من يصرفونهم خنتكلم الإخوان وأمريكا وأوروبا الإخوان لعبوا على أربع نواحي في أوروبا وأمريكا وفي مصر في الدول العربية أربع نواحي لازم نحفظهم قيدا أستاذ المشاهدين حفظوهم قيدا الجانب الاقتصاد جناح ده جناح سر يا إخواني أحد شي يعرف عنه أحد شي يعرف عنه حاجة ده بيعمل شركة وبيعمل لك بتاعك وما تعرفوش بيقول لك مسيطرين على الأسعار في مصر حتى تلوقتي ده واحد لا مش بالشكل اتنين بيقوله لا 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 مش بالشكل اتنين هم ضعفوا خارس في مصر خليني في المرة حنتكلم على بكرة وضع الإخوان اتنين وقبلك الجناح الإعلامي وسائل إعلام وفضيات وليهم قنوات وليهم يتبعو والفيسبوك والتواصل اللي جانب الإلكترونية والهاكرز والكلام ده كله الجانب الدعوي والجانب السياسي وأضافونه الجانب العسكري فأنت بتتكلم النهاردة على جماعة حطت خطة معينة اسمها خطة التنكين وبدأوا يتغلغلوا في العالم كله ويعملوا لهم منافس وجمعيات وخدوا أسماء مستعارة يدخلك يقول لك الجمعية مش عارف جمعية الطلاب المسلمين بكندا والولايات المتحدة الأمريكية وهي إخوان مسلمين فدي واحد اتنين بقى حتة الاحتواء ودي نقطة مهمة جدا دي معلومات بقى دي معلومات الولايات المتحدة الأمريكية ارتقت في الفترة الأخيرة أنها تنسحب من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة أكثر أهمية وهي منطقة جنوب شرق أسيا لمواجهة الغول الذي يقف على أقدام من ورق وهو الصين اللي سوف تصبح أقدام من حديد تلتهم العالم فهل لك احنا نروح للمنطقة دي ونتخلى شوية عن منطقة الشرق الأوسط ونخلى شرطيين في المنطقة واحد إيران فعملوا اتفاية معها تعالوا إسرائيل تركيا تمام؟ الشرطة الجدد الشرطة طيب نعمل إيه بقى؟ ونجعل جماعة الإخوان المسلمين نسمح لها بالوصول إلى السلطة في الدول العربية لأن جماعة الإخوان المسلمين سوف تحتوي كل الجماعات المسلحة وتحتوي تنظيم القاعدة فنستطيع الخروج من أفغانستان وعملوا اتفاية مع جماعة الإخوان قاعدوا مع جماعة الإخوان